وينضم إلينا من رباط عضو البرلمان المغربي والوزير السابق الدكتور لحسن حداد دكتور لحسن أهلا وسهلا بك نتابع كل عمليات الإغاثة وكل عمليات محاولة الإنقاذ لمن يمكن إنقاذهم خاصة وأننا اقتربنا من ساعة قد تكون حاسمة في حياة البعض كيف تراقبون عمل كل ما يجري على الأرض بمختلف الفرق وأيضا هذه المراحل التي وضعتها الحكومة لمعالجة تدعيات هذا الزلزال المدمر والأمر يعني معقد بشكل كبير جدا وما تعقده هي التداريس لأن الساكنات تسكن على ارتفاع في بعض الأحيان ارتفاع 2400 متر ومعقد من الأمر كذلك وهو أنه كثير من الطرقات قريبا 400 كم من الطرقات يعني تم ردمها جراء الزلزال والهزات الارتبادية تعيد الحجرة إلى الأرض وهناك في بعض الأحيان تكون صخور كبيرة جدا على الطرقات فيتم التدخل بآليات كبيرة حتى أنه بعض الآليات تم شحنها على شاحنات كبيرة عسكرية من أجل إيصالها وبعض الأحيان لا يمكن إيصالها لأنه ليست هناك موجودة طرقات فهذا العمل البطولي الذي قامت به مثلا وزارة التجهيز والطرق من أجل فك هذه أنه تسهيل المرور كان عمل كبير جدا تم الوصول إلى بعض الجماعات في الساعات الأولى ولكن الجماعات البؤرة لم يتم الوصول إليها إلا الأمس وكان الوصول إليها فقط عبر المروحيات والمروحيات هي التي كانت تأخذ الساكنة أو المصابين إلى المستشفيات ولكن كذلك تزود هذه الساكنة بالمؤونة والمروحيات في بعض الأحيان لا تجد أماكن لكي تحط فيها فلذلك يتم توزيع المساعدات من الجو وبعض الأحيان تكون إطلاف لهذه المساعدات فالأمر معقد بهذا الشكل والذين يقولون بأن المغرب لم يطلب مساعدات فمثلا هناك عشرين مروحية يتعمل في هذه المنطقة لا يمكن للمنطقة تحمل أكثر من عشرين مروحية لا يمكن للمنطقة تحمل أكثر من عدد معين من الآليات تدخل من تارودان تدخل من مراكش تدخل من مناطق أخرى لا يمكن لفرق الإنقاذ أن تتحمل أكثر من المئات من القوات المساعدة وقوات الجيش وقوات التدخل والهلال الأحمر لا يمكن تحمل هذا ما يمكن العمل عليه هو في إطار المجتمع المدني كما جاء في التقرير وإيصال المعونة لمن يمكن الإيصال لهم المعونة ولكن هناك جماعات وهناك دواوير ومداشر وقرى بعيدة جدا تعرفون بأن الساكنة تقليدين وتقافيا تريد أن تسكن في أعلى مكان ممكن لتحمي نفسها في العصور السابقة واستمرت في هذا النوع من الساكنة إذن كل هذا يعقد العملية ولكن أنا أظن هناك عمل بطولي تقوم به الفرق التدخل هناك عمل بطولي يقوم به الجيش المغربي هناك عمل بطولي يقوم به أفراد وزارة التجهيز والطرق وكذلك الحماية الوقاية الوطنية وكذلك الهلال الأحمر المغربي ويتتم الاستعانة بفرق أجنبية كل ما دعت الضرورة لذلك مثلا تدخل الإسطاني كان من أجل أمور معينة ومدقيقة جدا استعمال الكلاب إلى غير ذلك إذن هذه هي الوضعية ونحن الآن وصلنا إلى بؤرة الزلزال لهذا ارتفع هذا الضحايا لأنه في بؤرة الزلزال هناك قرى تم تدميرها عن آخرها هناك قرى تم تدميرها 90% أو 95% لهذا ارتفعت الحصيلة بشكل انفجائي في غضون 24 ساعة دكتور لحسن هذه المراحل أيضا التي كشف عنها رئيس الحكومة برأيك تتزامن الآن وحتى منذ اليوم الثاني أو الثالث لعمليات الإنقاذ على قدم وساق من مختلف الأجهزة اليوم كيف يمكن أن نقسم هذه المراحل وبالتالي بما أنه ذكرت أنه تم الوصول إلى نقطة الزلزال ما المتوقع في الساعات والأيام المقبلة لا هو أول أن يجب الوصول إلى كل الساكنة ويجب تزويد الساكنة بالماء الشرب وكذلك بالمؤونة بالغداء وكذلك بالخيام من أجل أن نقيها من البرد لأنه الساكنة موجودة في العراء في كل هذه المناطق يجب أن يكون هذا ويجب كذلك إسعاف منهم مرضى ونقلهم لهذا وكذلك دفن الموتى ويعطى الإمكانية لكل الأسر لدفن موتاهم الله يرحمهم فكل هذا يجب العمل عليه الآن ولكن ما قاله رئيس الحكومة تبعا لتعليمات صاحب الجلالة وعملية إعادة الإعمار يجب أن تبدأ الآن من يقول سنوات خاطئ عملية الإعمار ستأخذ شهورا فقط المغرب الآن في إطار التقييم سنجد كم من الجماعات هذه 20 جماعة و25 جماعة متضررة كم من المداشر في هذه الجماعة متضررة وسيتم وضع خطط لكل جماعة وسيتم التدخل بشكل جماعي مع العلم أن هناك بنية تحتية سترافق هذا بنية تحتية فيما يخص الطرق فيما يخص القناة لغير ذلك المغرب استطاع في غضون 8 أشهر أن يشق نفقا ما بين وادس بو وأبو رقراق وهو مشروع مهيكل كبير جدا المغرب له من الإمكانيات أنه يمكن أن يقوم بإعادة الإعمار في غضون شهور وليس في غضون سنوات وهناك صندوق أيضا للمساعدة استحزاسته الحكومة لمساعدة المتضررين من هذا الزلزال دكتور وحتى في مرحلة إعادة الإعمار إلى أي مدى اليوم برأيك ستكون سريعة عملية التقييم من أجل فعليا معرفة بالأرقام كيف ستكون المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالتعويضات وأيضا بإعادة الإعمار أنا أدن أنه التقييم سيكون سريعا جدا للحكومة المغربية وكذلك المصالح المحلية من القدرة ما يمكنها أن تقيم يعني كم من الدور كم من العائلات كم من القرى كم من المداشر إلى غير ذلك ما هو يعني الحجم الخسارة وكذلك أن تقيم ما هو كيفية عملية التدخل ووزارة التجهيز لها كذلك إمكانيات من أجل أن تكون التقييم أنا أدن في غضون ربما أيام قليلة إلا من أقول أسبوعين أو ثلاثة ستكون هناك عملية تقييم وعملية كذلك ما هي الحاجيات الموجودة نعم تم فتح الصندوق من أجل تعبئة الموارد أنا أدن أن هذا الصندوق ستكون تبرعات خاصة ولكن كذلك مساهمة الدولة مساهمة مؤسسات العمومية مساهمة كذلك الجماعات الترابية من جهات إلى غير ذلك والمانحين الدوليين حتى تكون هناك غلاف مالي مهم جدا من أجل يعني العمل على هذا وسيتم العمل على هذا بشكل موازي في جميع الجماعات سوف لن يتم هذا يعني بشكل مراحل أنه جغرافي يعني جغرافي سيتم التدخل على كل هذه المستويات وسيتم ذلك يعني في شركات مع القطع الخاص في شركات مع يعني مانحين الدوليين في شركات مع الحكومات المحلية يعني المنتخبين المحليين وأنا أظن أنه سيتجه المغرب إلى ربما وضع يعني مؤسسة معينة هناك لجنة يعني ما بين وزارية الآن يرأسها رئيس الحكومة ولكن إذا كان يعني هناك الحاجة سيتم ربما خلق مؤسسة خاصة من أجل العمل على هذا الأمر شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من رباط عضو البرلمان المغربي والوزير السابق دكتور الحسن حداد شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك